هذا الحديث صححه الإمام الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث له حكم الرفع لأنه ذكر وعيدا لا يكون إلا بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل أيضا على أن المستقر عند الصحابة أن من سمع الأذان يجب عليه أن يجيب من سمع الأذان من الرجال يجب عليه أن يجيب قال من سمع حي على الفلاح فنودي للفلاح التي هي الصلاة فلم يجب أي فلم يسعى للمسجد ليصلي فيه فرضه فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه ظل عاص أي أنه ظل عاص لا يعني هذا أن صلاة الرجل الجماعة الفرض في الجماعة سنة إن شاء ترك وإن شاء فعلها فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يريد هذا والسلف لا يريدون هذا وإنما يريدون أنه عاص ضال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني فهذا يدل على وجوب حضور الرجل صلاة الجماعة نعم